اعلن الجيش في كولومبيا ان 16 شخصا على الاقل من عناصر القوات المسلحة الثورية المعروفة اختصارا باسم فارك قتلوا خلال اشتباكات وقعت بين الجيش والمتمردين في وسط البلاد كما اسفرت الاشتباكات التي وقعت في واحدة من اكبر مناطق الادغال في كولومبيا عن مقتل احد الجنود وتمكنت قوات الجيش من مصادرة كميات من الاسلحة والدخيرة كانت بحوزة المتمردين